كيفك يا راس؟ مرحباً؟ شاهدت، كيفكم؟ مرحباً؟ كوش، لديك حالة جامعة جهز؟ ليس باسكتبول مستعيز ميديا نحن نسترجع ونقف وجهك على المرحب نحن نرى كيف تحديد سأسألك كيف حالك ميديا لأنه من كلنا من الفانز تابعك انلاين ونعرف كيف أنك تشتري لكن أريد أن أسألك من شخص يضع قصة اجتماعية أو صوشية والمشاكل تضع قصة قصة باسكت تحسن الناس ينبصون فيها أكثر؟ حسب الناس أكيد الذين يحبون الباسكت حتى بالباسكت هناك بعض القراءة الذين لا يتقبلون الخصوم يعني إنها مختلفة والأشياء التي تضعها غير الباسكت أيضاً هناك أشياء معك، هناك أشياء ضدك هناك أشياء تتقبل هناك أشياء تتقبل هناك أشياء ميديا يعني كل واحد يحب يعبر عن رأيه أو ينتقد حتى في أمور بتكون صح لنتقدوها والناس بتحب تنتقدوا هذه قوة السوشية والميديا هذه لزتها يعني كل واحد يعبر عن رأيه بطريقة يعني بالطريقة اللي هو بده إياها بطريقة اللي هو بده إياه سأعود على المشعرات إن كان على الأشياء بالمناحة والعاطية اليوم نلعب لعبة مهضومة هالي هي راح نشوف الطب 5 بلايرز بالمبي اي على فيسبوك بدنا نجرب نحذر سوا هلا أعرف صعبة من النهايين لأنه في كتير فكتر بفوتوا بالدقليد لوحدكم عنده فانز جرب نحذر من أن الطب 5 بالتراتبية أوكي خلينا نشوفوا نسوا على الشاشة حسنا لدينا دوين ويد كوبي براينت مايكل جوردن لبرون جيمز وديريك روز نحن نحكي على فيسبوك على فيسبوك من في رأيك عنده أكثر شيء فانز بين هذه الخمسة خلينا نبدأ من هنا لك أنا ما كتير أنتو انبي اي بلايرز وهيك هلا أكيد كلهم معرفون يعني بس بتصور يلي هلا أكتف أكتر يعني مايكل جوردن لأنه وصل له فترة اعتزل هلا إذا بدك بس هلا حاليا إذا فكرنا هي كيوميلاتف يعني إلا من الوقت مبلش له هلا أنت برايك مين أكتر شيء معقول يكون أنا بعتقد حدا من الجديد يلي هلا عم بيلعب يعني يأما لبرون جيمز يأما معقولي كوبي معقولي كوبي حسنا نشوف أول جواب لنشوف أول جواب كان بايكل جوردن يمكن لأنه الوقت لعب لعب مفعوله معقول هلنشوف الثاني جواب هو بيتطابق مع مع أحد الأسمان اللي لناهن نمبر أولا كمتل في لبرون جيمز من برايك نمبر ثريا؟ كوبي كتام تقدير كوبي مزبوط لنشوف الأرقام لاحظوا أنه نمبر واحد عنده 26 مليون يعني لاحظوا الأرقام كبيرة واو يعني بطل جوردن يعني 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 حتى حتى بعدة فيلز يعني إذا يمسك الورقة يشهرها أكثر من رئيس الجمهورية مزبوط 26 مليون 22 مليون و20 مليون نمبر أولا ما لدينا بين ديريك روز ودوين وايد كيف تعتقد؟ أعتقد دوين وايد دوين وايد دوين وايد دوين وايد 11 مليون ديريك روز حارة 9 مليون 10 مليون نمبر أولا نمبر أولا نذكر أيضا أنه أكثر من رئيس الجمهورية كلهم بالمليون أكيد أكيد وأغنى أيضا أغنى وأغنى بيقبضوا بالمليون هل هذه النقبط في لبنان؟ لا أقل قليلا أقل قليلا لكن هناك شيء مهم نذكرها نحن قلنا عن الفانز أدي عندهم فانز لكن الشيء الذي نذكرها أنه عدد الفانز ليس هو المعيار فهؤلاء الأرامة التي نرى لا يقررون من أحسن شيء لماذا؟ لأن على كل صفحة هناك شيء اسمه تتحدث عن هذا هل هي بالتقفارجة أدي هالنجم يتفاعل مع جمهوره فمعقول واحد يكون عنده فانز أليل لكن يتفاعل معهم كثير هو يحكي معهم ويرد عليهم يحكي معهم يحكي معهم سوف نرى الآن المزبوط إذا نتبع تتحدث عن هذا من يحكي مع الفانز أكتر فملاحظون أن لبنان جيمز كان المعيار 2 هو المعيار 1 في التفاعل 168 ألف تفاعل هو المعيار 2 المعيار 2 كان المعيار 5 ديريك روس هو المعيار 2 وهذا يتطبق مع ما كان يقوله الكوتش لأن الجداد عن جد هنه أكتف لأنه أكتف أكتر شيء بينما عندهم فانز لكنهم يتفاعلون مع العالم هو مايكل جوردون شوية أروجنت يعني لأنه يعيشوا كثير شهرة ما بعضهم جلادي يعني في محل يبعد ما بيقدر يتفاعل دايما لأنه يصير كل وقت عم يتفاعل مع العالم يعني بتلاقي معهم مش مما كان بيقدر يقرب بيحكي معهم لأنه وقلا ما بيقدر يمشوا بالطرقات يعني بلاحق كوتش انت بتشيك كل شيء في فيسبوك تويتر بتجيب العالم ولا معك حدا من التين أنا 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 يعني أنا برد على الكل أيام بتأخر شوي بس ما في ولا واحد بيبعث لي ما برد علي يعني حتى أيام الأولاد بيقولولي أنه عم بتطعب من هالقصة بس ما بعرف يعني بحس أنه قلة احترام حتى الأشخاص يلي هلأ يمكن في كتير الناس يكونوا عم يسمعوني إيام بيبعثوا لي ميسجز مثبت أما يعني انتقاد عنيف دايما برجع برد عليهم يعني بتطعبوا يعني بتطعبوا ببعث كلمات كوتش تشوف شو الناس ردت فعلها شو قالت شو رأيها بكلمات بتشوف شو بصير في الحكي لا بس فيما ببعثوا لي هني ميسجز أنا ما بفوت كتير بقرأ شو عم بيكتبوا النقاد وهيك لانه ما عندي وقت بس يلي ببعثت لي على الانبوكس ميسجز دايما برجع دايما برجع يعني ايام متأخر شوية بس برجع إلا وقت تكون حاطة الدياكتيفيشن على الفيس بوك لانه ايام بتطع إلا أنا بكتقطع ايام تكون تعبين يعني بتعمل لك شهرين ثلاثة فميسجز ميسجز 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 إذا في شي في خبري بالإنستا مش من زمن فتحت الإنستاجرام طب ولا والله الإنستاجرام قصة قصة مره من عشية بنتي بتقلي بليز كانت بإيطاريا ستفي بعطتلي ميسج انه جيفمي الكليرنس لحتى اعمل اكتيفاشن فتحتلك إنستاجرام ما بعرف شو الإنستاجرام أنا قلت له اوكي اذهب فبعطتلي انه هذا الإنستاجرام لقلك شو الإنستاجرام سألت رالف وكارل فأنا نهارتها مقلق بالليل قمت صرت بنت مفكر مثل فيسبوك عملت أبلوب نزل كل شي في صور نزلت شي ثلاثين صورة بعد ساعة تسعة الصباح بيجيني ميسجي منستفي جراستنا جراستنا نعم بواحدة كل جمعة صورة لازم نكون لها معنا مش أنه صورة لديه صورة فشو عندي صور بلشت نزل أكل معايطة رايح كم صورة لازم ننزل بنهار دائما كل شي مثل ما نقول يعني ما يكون كم صورة صورتين بالنهار هيدا المكسموم حلو نذكر أنه كم أم بيئي بلاير مثل تشارلز باركلي هم مقاطعين السوشال ميديا ما بيفتحها فكتير حلو أنه نشوف ريلي عندنا شخص مثل الكوتش يكون معه وقت أنه يجيوا بالعالم يحكي مع الناس لأنه عن جد يحبوه بيحضروه بعبالهم طريقة أنه يتواصلوا معه صحيح لكن الكوتش عرفت أنه ثلاثين صورة ما بينزل على انستغرام سورة ماكسموم مرة بالجمعة مرة كم يوم كم يوم نحن نشتاق لك كوتش ما في شك نازل سواء ما تعطى لها تغير كل الفورمات تبع الانستغرام رالف عوني براتشاكرا فكرتك عن جدا تكون كثير غانية وهذه الألعاب والتريكس اللي عم تلعبنا كثير مغضومين مع الاضيوف شكرا لك شكرا لك شكرا لك